مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جمهيري النادي الأهلي في كل مكان برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف عندنا يعني النهاردة فقرة مميزة جدا 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 عندنا فقرات مميزة كتير عن الكرة العالمية ولكن قبل ما أخش على الكرة العالمية وأخبارها وأحداثها لي كلمتين عن مباراة طبعا النهاية الأفريق ما بين النادي الأهلي والودان هتتطرق للموضوع من جهة تانية خالص من حتة تانية خالص هتتطرق للموضوع كلنا اتكلمنا عن الظلم في كل أوجه هذه المقابلة التاريخية من طبعا من ملعب من جماهير من تنظيم من 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 ده كل دوت على جنبه اتكلمنا فيه كتير جدا لكن خلينا نتكلم بكل أمانة على جزء صغير بعض الناس بتقول أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان ليه عامل سلبي في هذا الموضوع وأثر على اللعيبة بشكل بشكل يعني مباشر عايزة أفعا الحتة دي وأتكلم على البروفيشنال نتكلم على لعيبة محترفة مجلس إدارة النادي الأهلي اشتغل بإحترافية في هذا الملف بشكل كبير جدا حفاظا على حقوق النادي كمان عمل سبوت على الفساد والمؤامرة اللي كانت يعني جهزة من شهرين على النادي الأهلي عمل عليها سبوت جامد جدا النادي الأهلي اشتغل ومجلس إدارةه اشتغل على حقوق النادي الأهلي من حقوق المدرجات في دخول الجماهير في التذاكر فيه 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 كل ده شغل إداري على أعلى مستوى كان لازم مجلس إدارة النادي الأهلي يعمله الناس بتقول طب ده أثر بالسلب على اللعيبة إدى إحساس للعيبة أن أنت يعني داخل مظلوم وأن أنت يعني عندك جزء كده أن ممكن لو اتغلبت هتقول أصل كان فيه وفيه 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 أنا معترك جدا على النقطة دي معترك جدا لأن من المفترض أن لعيبة النادي الأهلي كلهم لعيبة محترفين لعيبة بيعرفوا يشتغلوا في الأجواء الصعبة لعيبة عندها من الخبرات الكافية أنه هو يقفل على نفسه كويس قوي وأنا قلت يمكن قبل المباراة دي كل الأجواء اللي مع قبل هذه المباراة ممكن الجهاز الفني واللعيبة هيحولوها لطاقة إيجابية وحوافز إضافية للفوز بهذا اللقب اللي شفناه في اعتقاد الشخصي ده ما حصلش ممكن يكون فيه تأثير شوية فيه التأهيل النفسي للعيبة قبل المباراة شفنا توطر واضح جدا في أول ربع ساعة من المباراة من كل اللعيبة بتكلم على كل اللعيبة رغم الخبرات الموجودة فاعتقاد الشخصي أن التحضير النفسي ما كانش بالشكل الأمثل واللعيبة كمان بتكلمش على الجهاز الفني بس أنا بتكلم كمان عن اللعيبة ودي كمان رسالتي للعيبة أنا كنت لعيب ويعني مرنا بظروف صعبة جدا لكن أنت لعيب بروفيشنال لعيب ومش في أي نادي أنت أفضل نادي في العالم على مستوى القرى الأفريقية ومصنف عالميا لازم يكون عندك هذه الثقافة وعندك هذا الاتزان النفسي أن ما والله الدنيا تتقلب حوالي أن ألعب وسطي 80 ألف وأنا عارف أن فيه ناس عايزة أو يعني مخططة أننا تتقلب ده يتحول لطاقة إيجابية ويتحول لشراسة في الأداء ويتحول لغضب كبير جدا جوة الملعب جوة المستطيل الأخضر ده ما تحققش من خلال لعيبتنا مش عايزة اللعيبة تزعل مني لكن هو ده الصح أنت ملكش دعوة بأي حاجة بتحصل بره بالعكس أنت تاخد اللي بره وتحوله إيجابي جوه فرسالتي للعيبة أن إحنا كمان الفترة الجاية عندنا ثلاث بطولات عندنا دوري وعندنا اتنين كاس كاس قديم وكاس جديد كمان من صفة البروفيشنل ومن صفة المحترفين أنهم وقت الحزن الحزن ما يخدهمش لدرجة أنهم يخسرهم مباراة والتانية والطولة والتانية للأسف إحنا ثقافتنا هنا في مصر كده ما تزعلوش مني ثقافتنا لما بنوصل كاس العالم بنفضل فرحانين فرحانين وبننسى نعد نفسنا ونعد منتخبنا طب هنعمل ليه في كاس العالم وصلنا كاس العالم 2018 فرحة كبيرة جدا جدا بهدف محمد صلاح من ضرب الجزاء وصلنا كاس عالم طب اشتغلنا أن احنا هنعمل إيه في كاس العالم لا فدرنا نفرح وفدرنا نعمل احتفالات وفدرنا 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 من غير ما نقول احنا هنعمل إيه في كاس العالم روحنا اتغلبنا 3 ماتشاة وقيس على كده كتير كمان في أوقات الحزن بنفضل أوقات الحزن نعيد ونزيد أصل كان فيه أصل كان فيه أصل عمل وأصل سوه لغاية ما ياخدنا الطريق ده أن احنا نتكعب لتاني في اخسارة مباراة في اخسارة بطولة وهكذا لا احنا بنتكلم لو بيتكلم professional وزي كابتن خطيب مع عمل اجتمع مع اللعيبة بعد المباراة على طول قال لك ملف وانتهى مش عايزين كلام كتير وهو ده الشغل الصح انت بتمر بتجربة بتاخد منها وبتستفيد منها حتى لو تجربة سلبية بتستفيد منها استفدنا من تجربة اللي فاتت خلاص احنا خلاص اتعلمنا الدرس في النسخ اللي جاية النادي القالي ان شاء الله في المواسم اللي جاية حيكون متواجد في منصات التطويق على المستوى الافريقي اكيد اكيد ان شاء الله هنوصل للمباراة نهائية على مستوى كاس افريقيا بس ناخد من الملف اللي فات ده ايه لا اتعلمنا اتعلمنا يبقى لازم الحتة الادارية نشتغل اكتر يبقى احنا نقدم ملفاتنا يبقى اوراقنا جاهزة يبقى حتى لو فيه تحديات فيه استاذ او رئيس الاتحاد المغربي عمال يقول يقول ويعيد الكلام دوت ما يهزش النادي الاهلي الكلام دوت دافع للنادي الاهلي الكلام اللي اتقال فيه عيب كتير جدا مش عايز اعيده لان فيه زمائلنا كتير تكلموا فيه فاحنا اكبر حتى من احنا نتكلم عليه لان النادي الاهلي اكبر من اي مسؤول على المسؤول في الاتحاد الافروق أنه يتكلم على النادي الأهلي النادي الأهلي كبير بجماهيره وببطولاته وبإنجازاته والأرقام بتقول كده